مرحبا اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي راح يشرح لك كيف انك في دقيقتين تقدر تكتب مقدمة ناجحة وتاخد عليها علامة كاملة وين في اختبار الايال الكتابة الجزء الاول تاسك وان ترى الموضوع سهل جدا ركز معي وتشوف انك قادر بإذن الله مباشرة المقدمة تتخلص منه لان كل شيء موجود ويعطوك اياه اصلا يلا نشوف مع بعضنا اول شيء خلينا نشوف شكل السؤال كيف يكون السؤال الذي يعطونا اياه في الرايتينج وان ممكن يكون بالشكل هذا لا يهمك في الشكل الجراف اللي هنا الثاني ممكن يكون بالشكل هذا او بالشكل هذا مهما كانت الاشكال في شيء ما يتغير على وهو السؤال الشيء اللي طالبينه منك وهنا انا ملونه بالاصفر هذا الجراف هذا السؤال بالاحمر لكن هذا المطلوب منك انك تجاوب عليه اللي هو لخص المعلومات اثنين الملامح البارزة هنا واخيرا انك تسوي مقارنات اذا امكن انك تسوي مقارنات هذا المطلوب منك واللي راح تاخد عليه درجات طيب الحين انا في المقدمة كيف اكتب مقدمة وقلتي في دقيقتين اخلصها انا اقول لك المقدمة كلها للمهمة هذه تتمثل في شيء واحد بس وهو اعادة سياغة السؤال بكلماتك الخاصة فقط شو هو السؤال قلناه اللي بالاحمر هذا يعني انا الاحين لو اني بكتب الامتحان هذا اروح اغير كلمة غراف اروح اغير كلمة شو واروح اغير كلمة اويل بروداكشن وسافرل وفروم وتو طيب كم كلمة انا راح اعرف الموضوع بسيط انت لما تسوي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحفظها مرة واحدة وخلاص مثل إيش إذا شفت كلمة تشات على طول غيرها بغراف والعكس صحيح إذا لقيت كلمة شاو أو شاوز اللي هي إذا مفرد اكتب إلستريتز اللي هي يصور أو يبين اجت كلمة دي shoمت غيرها بغراف Gil أو� controlled من الجيمين هيا اجت وشثوركم غيرها ده من فحكم ٢٠٠٨ واحدة اكتب الد up the figure 4 اجت the proportion savage levels ألقيت How to produce The process of producing ألقيت Proportion أكتب Percentage وهكذا هذه الكلمات اللي بدأت دائما تتكرر وراح نشوف مع بعض في اللغة الإنجليزية عندنا خمسة طرق عشان نسوي بها الparaphrasing وجميل أن نعرفها بالمرأة النوع الأول من الparaphrasing هو استخدام المرادفات كل كلمة تحاول أنك ما تبتعيدها بل تستخدم أختها مثل ما تقول هنا هذا نص سؤال حقيقي هذا الكل اللي هنا نحن راح نغير نحن قلنا المطلوب مننا أن البرومت نبدلها وراح نستخدم المرادفات كلمة The shot أنا غيرتها بكلمة The graph كلمة Shows حتيت لها Illustrates كلمة Percentage حتيت Proportion Household Families يعني سكان European Country European Nation Nation يعني أمة كلمة Own Possess From To تتغير Between And ترى الموضوع يتعود عليه الواحد يصير سهل جدا لما تحل ثلاثة أربعة ما ياخذ منك وقت أصلا طيب النوع الأول أنك تستخدم مرادفات طيب النوع الثاني إذا أنت ما لقيت المرادفات الكل تقدر تغير ترتيب الجمل شلون شوفوا هنا الجملة هذه الأصلية وملونها بثلاثة ألوان هنا لاحظوا أن The shot below shows في إجابتي أنا رح تصير آخر شيء واللي في النص رح يقعد مثل ما هو وآخر شيء رح يكون هو الأول الامتحان يقول The shot below shows The percentage of households in a European country that owned a car from 1981 to 2011 حلو يعني هذا الرسم البياني يورينا النسبة المئوية للعائلات في أوروبا في الدول الأوروبية اللي تملك سيارة ما بين 1980 إلى 2011 أنا رح أقلبها وقول Between 1981 and 2011 The percentage of car owning households يعني العائلات اللي تملك سيارات in European country is depicted يوصف in the shot below هنا مبني المجهول شفت غيرت الجملة ممكن كذلك أنك تحول الجملة إلى مبني المجهول هنا the chart below shows the percentage هنا active shows ننشيل كلمة shows ونحطها في البصة بتصير is shown بل معنى هذا car ownership among households in European country is shown in the chart below الطريقة اللي بعدها هي changing word form أنك تاخذ فعل مثلا تغير اسم أو شيء هنا نفس السؤال طبعا شوفوا يقول لك the percentage of households in a European country that owned a car هنا فعل هنا رح نسو هنا يملكون سيارة هنا ملكية سيارة on car ownership زين وآخر طريقة هي أنك تربط الجملة تقسمها على جملتين هذه كلها الطويلة تقسمها على ثنين تقول the chart provides data on households that owned a car in a European country نقطة it shows the trend from 1981 to 2012 وانت لك المجال أنك تتغير تغير بطريقتك اللي تشوفها مناسبة إذن نلخص الفيديو ونقول اللي السؤال أبدا ما يتغير هذا المطلوب منك ما يتغير أبدا وأنهم دائما يعطوك رسم بياني وفوقه شرح بصفة عامة تلخيص له دورك أنت في المقدمة أنك تغير الكلمات وما تعيدها نفسها وهذا يعتمد على زادك اللغوي والفوكاب اللي تعرف أكثر الكلمات دائما تتكرر لذلك كل طالب يتدرب كثير رح يلقى الموضوع سهل جدا بإذن الله وإن شاء الله تمت الاستفادة وأشكركم وأتمنى لكم النجاح يا رب ترجمة نانسي قنقر